من أهم وسائل المتعة الطعام ولو مهما طلعنا ورحنا وترفهنا في أماكن جدا سعيدة إلا أن نختم يومنا في مطعام فنحس أننا فعلا قضينا وقت سعيد وجميل ما علاقة الطعام بالحالة المزاجية وبهرمون الدوبامين كل هذه الأسئلة ستجاوبنا عليها الأستاذة ثرية البلوشي رئيس قسم التغذية والإطعام في مركز الرعاية التلطيفية يهلا ومرحبا فيك أستاذة ثرية طبعا أنت مو ضيفة اليوم أنت صرتي صديقة البرنامج بشكل عام طبعا فنبيندش بكثر ما نقدر في موضوع الحلقة ونقدر نفيد المشاهدين في المعلومات التي يمكن تفيدينها فيها بشكل عام هل اتباع نظام غذائي في حد ذاته ممكن يحس المزاج أو العكس؟ نعم طبعا أهم شيء إذا منتحدش عن نظام غذائي نظام غذائي متوازن من البروتين الكربوهايدرات الدهون ولكن بالنسبة لبروتين طبعا الأغضية اللي فيها الحمض الأميني الأساسي أساسي خطين نحط عليه اللي هو أنك تاخذه من الأغضية الخارجية يعني جسمك ما يصنعه اللي هو لتربتوفان وين نلقى لتربتوفان؟ فيها قضية كثيرة مثل الموز نلقى ممكن في التونة، السالمون نلقى أيضا في بذرة الكتان ولكن أنا اليوم يعيبت لكم بذور الشية راح تحجى فيها عندكم الكربوهايدرات الكربوهايدرات ممكن تؤثر سلبا ممكن إيجابا إيجابا إذا كانت الكربوهايدرات المعقدة مثل الألياف الكربوهايدرات اللي فيها مثل الخبز الأسمر، المعكرونية، السمراء، الشوطان اللي ما ترفع نسبة السكر حيل لأن ارتفع نسبة السكر حيل فجأة هذا ممكن يحكر المزاج ويأثر على الحالة المزاجية والدهون طبعا الأوبيغا 3 اللي هو النجم الأول بالدهون أنا اعتمدها طبعا هذه معلومة دائما نسمعها فعلا الأوبيغا 3 وايد مفيد ونلقاها وين بالأسماك صحيح؟ بالأسماك وممكن تلقينها بذرة الكتان وممكن تلقينها أيضا في بذور الشية بذور الشية أنا وايد أحبها لأنها ممكن تنطبخ، ممكن تحطينها ولازم تنطحن، مو مثل بذرة الكتان اللي لازم نحتاج أن ناخد كمية صغيرة ونطحنها وناخدها بنفس الوقت آها جميل، زي أستاذة ثورية في مثلا أكلات معينة تساعد على استغرار الحالة النفسية مثلا وتزيل الاكتئاب والحزن احنا كنا بنتطرغ له في حلقتنا السابقة بس ما كفانا الوقت وجدا كانت الجماهير والمشاهدين فعلا سبيل إجابة على هذا السؤال نعم طبعا أول شيء بتحكي عن الفيتامين بي، بي 12 وعندنا بي 6 بي 6 ممكن نلقى بذور الشية، نلقى أيضا زيت عباد الشمس، ممكن زيت الزيتون أيضا بي 12 نلقى في المنتجات الحيوانية بس دائما أنا نركز أقول يعني نقلل شوية من اللحم الأحمر ونركز على البروتين البروتين اللي ناخده ممكن من التونة، أنا يعبت لكم شوية التونة صار ريحة السيديو كلها تونة العين، تونة، السالمون، هم لقيت حتى في دراسات وايد لقوا أن الأشخاص اللي عايشين على البحر المتوسط البحر الأبيض المتوسط، هم أقل اكتئابا لأنهم يركزون على زيت الزيتون، يركزون على الأسماك يعني في قذاءهم متروس أوميغا ثري، أيضا الأفوغادو قمبلة الأوميغا ثري صحيح هل تقولون العنب بعد؟ العنب كمضاد أكسادة ممكن، كمضاد أكسادة ممكن، كمضادات أكسادة بس نحتاج شكلات للدماغ، اللي هي الخلايا العصبية فيها دهون، فنحتاج الأوميغا ثري، دهون، الدهون المفيدة، وليست الدهون الحيوانية بصراحة أنت تقولين دماغ الدماغ، أنا عن نفسي أتكلم وأشوف وايد ناس من ربعي وحولي ومن أهلنا بصراحة الأمانة ريم أنه اللي حسن الدماغ واللي حسن المزاج، ويقولون دايماً الكاكاو والقهوة، فكلمين عن هذا الموضوع، فعلاً هل الكاكاو والقهوة أهم يعدلون المزاج؟ طبعاً الكاكاو دايماً إحنا أفرحنا نأخذ كاكاو، إلا أحزاننا، مربوطة الحالة المزاجية والفرح بالكاكاو يمش بعد كاكاو بقعاً طالعاً بس أنا بصراحة الكاكاو يجب أن الكاكاو مو الممتاز لما نقول كلمة كاكاو، لازم نختار شنو نوع الكاكاو؟ الكاكاو الأفضل يكون اللي نسبة الكاكاو، زبدة الكاكاو تكون من 70% وطالع، هذه أفضل أنواع الكاكاو ونبتعد عن اللي أقل، الأقل، الدارك شوكولت، أفضل أنواع الكاكاو أول شيء لأنها تساعد على ارتفاع هورمون السعادة اللي هو سريتونين هشوفانا الأشكلة سعيد أصلاً من تشوف الشوكولت شديد بس تبتسم وثيك سعادة مو طبيعية فأنا أفضل، بالإضافة أن الكاكاو فيها نسبة البوتاسيوم، فتساعد على هدوء الأحصاب أستاذ ثورية هل يوصل لحد الإدماء؟ لأنه فعلاً فيه ناس 24 ساعة عندهم شراها في أكل الكاكاو يوصل لحد الإدماء؟ ترى أنا مدمن، يعني ما قاوم الكاكاو وشنو أضراره يعني؟ شوفي، بالنسبة للكاكاو، إحنا مثل ما تحدشيني عن 70% وطالع لها فوائد، فوائد كثيرة، مو بس الاكتئاب أيضاً مفيدة للقلب، يرد دراسات كثيرة، فوائد الكاكاو المفيدة، اللي هو قلنا 70% وطالع صحيح مو النوع اللي أنا يجبته، فلما انتحدش عنه، طبعاً لازم نحط ببالنا إنه في دراسات أول شي، ما قالوا شنو نسبة الاستهلاك، قالوا فوائدها بس ما قالوا استهلاكها دائماً نقول بالاستهلاك يكون محتدل أفضل عشان ما نوصل حق السمنة شوفي، بشكل عام أنا مدمن الكاكاو، ولكن فترة بسيطة، بلشت الأمور الصحية والنادي والمور هذه بلشت أني أكل الكاكاو بكمية قليلة، مو بشكل وايد، ولكن ما قاوم هذا كان جداً بشكل عام فأحنا بننوه ونفيد المشاهدين كثير ممكن يأكلون على الأقل باليوم كمية الكاكاو طبعاً أنا أفضل الكاكاو، تأكلونها بشكل معتدل، ولا نحط بأنه لازم إجباري أن أنا يومياً أكل الكاكاو إذا ما أكلت كاكاو مع قهوة، ما؟ القهوة طبعاً، القهوة على فكرة تحتوي على كافيين وممكن ترفع الدوبامين ونستغنى عن الكاكاو في حالها لا لا لا، ممكن تأخذها مع الكاكاو، ما في أي مشكلة ولكن القهوة إذا كانت زيادة عن حدها، ممكن تقلب يعني تعكر المزاج، ممكن تسوي توتر، قلق، زيادة عنها نسبة الكافيين أكثر فدائماً نكون معتدلين، الكاكاو أخذ قطعة صقيرة، قطعة صقيرة، ودارك شوكولت بس شكلك تأخذ أنت الدارك شوكولت أو العادي؟ دارك شوكولت، شو أكل عادي، بس إذا رحت وشفت الدارك موجود، أفضل الكاتل، لأنه فعلاً مفيد وإذا ما قلت لي 70% قمت أداقة حتى الكاكاو اللي بالجمعيات في كل عام، أروح أقرأ من وراء المعلومة، هل 70% ولا لا؟ لأنه هو فعلاً صحي، وراح يفيد أكثر بس في ناس ما يحبونه، يأكلونه أنا أحب الدارك شوكولت، أحسش طعم الكاكاو هذا اي صح المرورة اللي فيه المرورة، بس أنا أقول للناس اللي ما يحبونه، يجتعودون شوي شوي عليه، أو يخلطونه مع البيري، يخلطونه مثلاً مع المكسرات شوية، ممكن يعطي طعام هل هناك دراسات تقول، وأنت يا صحي، هل تأيدين هذه الدراسات ولا لا؟ أن الإنسان إذا كان مضايق، أو يعني ما لا خلق، أو حزين بشكل عام، يا لأ خبر مو حلو، تلقين بعض الطالب يمكن رجوع من مدرسة، ضايق خلقه من الاختبار، من المواد، واحد راجع من دوم ما لا خلق، يقولك لا تقصبين هذا الشخص على الأكل، فهل الدراسة هذه صحيحة ولا لا؟ أنا صراحة ما سمعت عن هذه الدراسة، بس فيه وائد دراسات تقول يعني أنه في الناس، فيه نوعين، فيه أشخاص أنه إذا زعل يحط حررتها في الأكل هذا أنا ايه، فيه دراس شديد، ايه، أنا حتى فيه وائد مراجعيني يوني يقولي أنا لا أكتأب ولا أضايق أحط حررتها في الأكل، وفيه ناس لا تسد نفسها على الأكل ايه، لا، أنا ما أقدر أكل، أنا ما يوني صراحة هل هو هل هو هل هو هل هو قليلين جداً ليوني، فأنا أقول اللي مكتأب، اللي مضايق لا يحط حررتها دايماً على الأكل، أو إذا تبت حط حررتك بالأكل، أكل الأشياء اللي قليلة سعرات الحرارية، حرارية، صار، اللي ما ترفع لك نسبة السكر، خضار، خيار، خيز، اللي ما فيها نسبة سعرات حرارية عالية، ولعب رياضة، بالنسبة لي أنا الحمد للأ، يعني أوكي طلع حررتي بالأكل، بس صار عندي اختيارة ثانية، يعني أكل أو أنام أو رح لعب رياضة مثل ما قلت شيء، بس أكثر على فضل الأكل، وسويت، العموم، في ناس بعد الضايقة، والسعيد، في بعض الأحيان ناس تكون من شدة الفراح والسعادة، ما تقدر تأكل، إذا أستاذ ثرية بنتكلم عن علاقة الموسيقى بالطعام، يعني مثل ما تشوفين، كلما رحنا مطعم نسمع ميوزك يعني يكون صاخب، وفعلاً من يطفي الموسيقى تحس إنه في شيء غلط صار بالمطعم وما تقدر تكمل الأكل، بالنسبة حق الموسيقى طبعاً أنا علاقتي بالتغذية أكثر من الموسيقى، بس دائماً ناخذ الأشياء الهادية جداً، بالإضافة إذا رحتوا مطعم دائماً أو حتى في البيت، يكون طاولة الطعام وقرفة الطعام ما تكون الألوان الحمرة، الألوان النارية، اللي تتيب التوتر، لا دائماً نختار الأشياء الألوان الباردة، اللون البنفسجي، اللون الأزرق، والموسيقى الفضلها تكون هادية، إذن يمكن نفس الموضوع بالمطعم، هل يأثر على الحالة النفسية وأنا قاعد آكل على إضاءة المطعم، إذا كانت مثلاً وايد ناس يعني أيدون، المطاعم تكون شوية إضاءتها خفيفة، في ناس تحب لا تكون إضاءتها وايد قوية، ما تحب الظلمة، فهل هذا يعني يأثر على الحالة النفسية؟ أنا ما شفت يعني صراحةً دراسات تؤكدها شيء، بس يمكن الناس اللي دارسين الميوزيك، يمكن إذا عندهم دراسات تؤكد هذا الشيء، نصيحة أخيرة تفيدين فيها مشاهدين وتختمين فيها بالمعلومات اللي يمتش على هالطاولة، طبعاً النصيحة الأخيرة بذكر اللي هو التلبينة، قذاء الشعير، لما نرجع نعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائد المثالي بنتبع نظام القذائي، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ الشعير التلبينة، فبينت وائد دراسات أنه يقلل من الاكتئاب لاحتواءه، أولاً إنما يرفع نسبة السكر، بالإضافة أنه هو في أنصر الكروميوم يقلل الاكتئاب، فاعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنظام قذائي يساعدنا على تقليل الاكتئاب، ويرفع هرمون السعادة اللي هو سيروتونين، ممتاز، أحنا أتوقع هرمون السعادة عندنا ارتفع في هذه المعلومات، أخوصنا لما ذكرت الكاكاو، وشفنا الكاكاو يمت، ونشوفت أستاذ الثرية في لغاية ثانية، ومعلومات صحية ثانية بحيث أن المشاهدين يستفيدون منها، إن شاء الله عليكم كافي شوفتكم، هذه ترفع الهرمون الأكين، كل الشكر لك أستاذ الثرية بلوشي، كل الشكر لك أستاذ الثرية بلوشي، ترجمة نانسي قنقر